السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت بلنا تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة وأحسن أحوال اليوم إن شاء الله جوت لكم واحد الفطائر ولا أروع كي يجيون رائعين بطريقة لي سهلة بدون اختمار أكيد إلا جربتهم وغايتولون مدمونين عليهم وغايتولون ينالوا الإعجاب ديالكم كتشجيع إلا عجبكم من الفيديو خللوا لي لي لايك ولم زال ما اشترك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يوصلوا دائما الجديد وبلما نطول عليكم وقاموا معي بشوفوا المقادر طريقة التحضير بسم الله على بركات الله أول حاجة غادي نحضر وهي الحشوة بالنسبة الحشوة اللي غادي نستعمل أنا عندي هنا يا صدر ديال الجاج اللي مقطع طريفة صغورين زائد البصلة كبيرة مقطع طريفة صغورين فلفلة خيز زمح كوك وحتى شامبينيو كنضيفوا عليهم هكا شوية ديال الملحة و هكا شوية ديال الزيت النباتي أو زيت الزيتون و كنخليهم حتى كيتشحروا بالنسبة الحشوة ممكن لكم تستعملوا أي حشوة يعني بغيتو تديروا لحم مفروم أو لا صدر الدجاج كتبقى اختيارية غادي نخلطوا هكا مزيان و غادي نار متوسطة غادي نضون طيبوا فيهم كنخليهم حتى كيتشحروا من بعد ما كيتشحروا كيف مش شفتوا و كينزلوا دا بغم دون ديبوا في التوابيل عندي هنا هي نصف معلقة ديال سكين جبير معلقة صغيرة معلقة صغيرة ديال الخرقوم النصف معلقة ديال البزار و معلقة ديال الفلفل الأحمر أو التحميرة كنخلطو هكا و غادي نزيدوا عليهم واحد جوج ملاعق كبار ديال ديال القزبر أو القزبر المادنوس غادي نضيفوا حتى الاخير هكا و غادي نضيفوا عليهم زيتون قطع طريفات و غادي نخليهم حتى كي زيدوا يتشحروا شوية و كينشفوا شوية من الماء و من بعد من اللي غادي نشفوا من الماء غادي نطفع عليهم و نخليهم يبردوا و دعبا غادينا نحضروا العجين دينا يجوج الكووس ديال الحاليب لي كيكون دافئ مايو عدل 300 ميلي لتر ديال الحاليب غادي نضيفوا ملاقة كبيرة ديال سكر سانيدا و ملاقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخمز غادي نضيفوا نصف كأس ديال الزيت النباتي غادي نزيدوا نخلطوا و غادي نضيفوا بالدقيق دائما بالعبار ديال الكاس اللي عبرت биه الكاس ديال العنبة اللي كيivan ميات جرام بالنسبة للدقيق غادي نضيفوا الكاس للويل كنخلطواها و غادي نضيفوا عليهم واحد ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحالويات مايو عدل 7 غرام و غادي نضيفوا길 ملعقة كبيرة ديال الخل كنخلطوا هاك ام زيان نضيفه في الدقيق نضيفه الكأس ثاني و نخلطه ملعقة صغيرة ديال الملحة ما تنسوش تضيفها غير تقطع ليا غير المقطع و من بعد غادي نضيفه الكأس ثالث ديال الدقيق و نخلطه و من بعد غادي نحيد هاد الخلط اليدوي و غادي نستعمل غير ادية باش نجمع العجينة نضيفه الكأس الرابع نضيفه الدقيق كتدريجي و نجمعه في العجين العجين راح تلصق في اليدين و غادي نضيفه الكأس الخامس و غادي نضيفه نصف كأس ديال الدقيق الأخير في المجموع خمسة ديال الكيسان و نصف صافي نجمعه و نقوحة كنجمعه العجينة ديالنا كتكون كتلصق في اليدين غادي نجمعها و غادي نوضعها في الإناء كيف ما قلت لكم بأن هاد الفاطائر هادا ما كيحتاجوش الاختمار غادي ننتسنه فقط غير حتى كتبرد لي هادك الحشوة و غادي نرش هكا بدقيق فوق سطح العمل غادي نوضع العجينة هكا كيف ما شفته و غادي نقسمها كنقسموها هكا على كويرات يكونوا متساويين الحجم كتحكم في انتو موش بغيتهم صغير و ورين هكا كلوا بغيتهم متوسطين من بعد ما غا نقطعوها هكا غادي نشكل واحد الكويرات صغيرة بها تشكل هادا مويم كنجمعوها هكا كيف ما شفته كنشكلوها كويرات كنشكلوهم يعني كاملين كي كل حجم ديالهم كيف ما شفته كنشكلوها هكا على هات شكل هادا و من بعد غادي ناخدو الكوير اللولا اللي كنا شكلنا غادي نتلقوها كاب المدلك كنتلقوها على شكل يعني دائري كنرشوها كاب التقيق مش مشكل ما تخافوش و خان هي لعجين ديالا كيجي يرطب من بعد ما كنتشكلوها كعلى هات شكل هادا كنتلقوها بالمدلك ما كنرقوهاش بزاف و ما كنغلضوهاش كنناخدو الحشوه من بعد ما بردات كنوضعوها هكا في الواسط كنحاولو ما نوصلوهاش للجناب غادي ننضيفو هكا الجوبن اي جوبن عندكم ضيفوه سوف ينهزو هكا كيف ما شفتو كيف ما غا نشكلها لشكل متلات كنشدو هكا هادو تجناب هادو تلصقوهم هكا على بعض دياتهم و كنجيبو هاديك القاعد الاخيرة كيف ما شفتو كنشكل هاكا باش كتعطيني واحد الشكل بحال شكل متلات كنحاولو القرصو هاديك الهاكا العجينة و كننجمعوها هكا كيف ما شفتو هادو الشكل ديالا و هادو والحجم ديالا تفيفو كنتحصلو على هاد الشكل هادا غادي ننوضعوها في صافي حال غادي ندخلو الفورن كاك تكون نفرش بورق زبدة و كنزيدو نشكلو الكويرا الاخرى بنفس الطريقة و هاد الاتناء كنكون نشعل الفران على درج الحرارة 180 دراجة كنشعلو عليه غير من التحت هاكا حتى كتنقلبو العجينة ديالنا كنشوفوها يعني الفطائر عفوا كنشوفوهم يعني يطابو شوية من التحت عيد هادا كنشعلو عليهم باش يتحمروا من الفوق كيف ما شفتو بنفس الطريقة كنشكل الكويرا حتى كننعمر هادا كصافي حال غا مدخل في الفورن كنشكلو علي هاد الشكل هادا كيف ما شفتو ركا تعطيو حاد الشكل اللي هو زوين وساهلين في نفس الوقت يعني بدون اختيمار ما كياخدوش من الوقت بزاف و غادي ناخدو هاكا واحد زيتو هنا هاكا و غادي نوضعوها كف الفوق في كتزين لنا كتزين غادي نوضعوها هاكا في الواسط و من بعد غادي ناخد واحد صفار بيضا غادي نضيف عليه واحد قطارات دي الحاليب و كندهنو هاكا الفطائر دي ونا من الفوق كيف ما شفتو غادي ندهنو هاكا كاملين و من بعد غادي نزينو هاكا باللي عندكم عندي هنا اينا شوية دي الزنجلان غادي نزين بهاكا بشوية دي الزنجلان و غادي نزيني بهاهه و غادي نزينو هاكا بحكا و من بعد غادي نزينو هاكا باااااااا غادي نزينو هاكا باااااااااااا اينار افaign American بعض نزينو هاكا بااااا اهه خصبر او لومادنوس اللي عندكم سوف ندخلهم من طيبهم في الفرن وبالنسبة لهذه الكوائرات نشكلهم و ندخلهم الفرن و من بعد ما خرجهم كيفما شفتو هوا هوا يعني طابوا هادا وشكل ديالهم كان هذا وشكل نهائي ديال فطائر ديالنا كيفما شفتو كيجيوا رطبين اكيد الى جراتهم غادي نالوا الاعجاب ديالكم بدون يعني اختمار ولا مجهود امكن لكم تحضرون في اي وقت بغيتو كنتم من الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتم منو و الى فيديو قدم ان شاء الله وسلام عليكم